فيديو النهاردة هنجرب مشابات السعودية في السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد عصام من قناة عصامية تقويركم ايه عاملين ايه كله تمام ان شاء الله يكون كله تمام طبعا انا شايفك مستغرب ومتلغبط انا حاليا بكلمك من مصر بس هجرب المشابات دي في السعودية فحيحصل دوقتي ايه انتقلة بس تسمع بس كلمتين دول قبل ما ايه ما نرجع للسعودية الفيديو ده اصلا كان متصور شهر 9 اللي فات قبل الاحداث وكان فيه منتجات مقطعة فانا قلت ايه في اول كده بس ايه اوضحلك ان انا ايه شلت بعض منتجات دي وعملت شل ايدت كده في الفيديو اللي هو بتاع السعودية وقلت برده في الاول اطلع في المقدمة افاهمك عشان انت ايه ما تسعصبش علي وتخش تعمل لي بس لايك وحيات مندي لا بوق كده وركز لو شفت حاجة كده ولا كده حواليتي الحاجة ده فيديو قديم من شهر 9 اللي فات طبعا لو انت بتتبعني من السعودية فحياك الله واستعد بقى للفيديو دوت عشان الفيديو ده ممكن نتاخد انه هو فيديو بديل للمنتجات المقاطعة ممكن يعني نشوف انت بقى تشوفها ازاي فالله استمتعوا بالفيديو طبعا قبل ان ابدأ الفيديو او اعطي ننسى اللايك تليكات كتير شير كتير عايزين وصل حاجة النهاردة عشر تلاف لايك فأسرع وقت ممكن ويلا نرجع بقى لمحمد عصام او عصاميات اللي موجود حاليا في السعودية اشترى تسعى اللي فات يلا روح روح ده مشروب اعتقد مشروب طاقة صح مشروب طاقة اه اعتقد من شركة كوكاكولا برضو صح ولا ايه لا مش من شركة كوكاكولا لأ شركة تانية بس هم هنا عاملين نفس فكرة بتاعة كوكاكولا اللي هي التغليف بتاع العب من فوق الحركة دي معمولة للناس اللي بتقرف او بتخاف بس هم هنا شوية طراب شوية طينة من النقل اي حاجة وبتوقع تغسل الكلام ده وهم حلوا مشكلة دي بالغلاف ده بصراحة حركة حلوة اتمنى هتتتعمل على اي حد بيعمل كنز وابا عن ريحة من ريحة الريد بول استنوا بقى عشان عالين ايه نوريه المشكلة هنا لانا ما عليش كوباة شفافة انا هتصرف لحظة واحدة طيب جبت ازازة شفافة هات اللون هنا مختلط بصش اللون اعمل ازاي هنا بتوحسوا كده لون يلا بتاع نضوء انا ستتحاجة مهمة بس اقول لها والان حان وقت التزوق بسم الله بص يا راحتها راحت ريت بول ولكن الطعم حلو قوي مش عارف ازاي انا بص كده يعني هو طعم شبه ريت بول ونفس الطعم اللي هي الدو دوت الخفيف ولكن طعم دو حلو مش وحش صراحة للنسبة بقى السعر كود ريت في سعرها عامل ثلاثة ريض ونص غالية شوية انا ما عافشت عنده في مصر ولقى بس انا خيالت بيه في حتة قبل كده بس مش راكل فين ممكن مثلا كعنا عرف مصر مستورد مش عارف هندخل على هذا المشروب الجميل مشروب اسمه فيفا مشروب أورنج سوفت درينك يعني النسخة الميرندا بتاعت السعودية نفس راحت الميرندا شوية نفس برضو من الميرندا ولكن حسوا اغمأ سنة او بورتقاني اكتر بتاعنده ده شبه سبورتكولا عندنا سبورتكولا اسمها ايه دا اللي هو اسمها ايه؟ اللي هي الاسبورتكولا بتاعيتنا بس اللي بتعمل بورتقان حلو ده ستايل مصر ده تحسوا جايب من مصر لطيف لطيف بالنسبة لسعر فيفا فسعرها عامل ريال ونصف انا مقلب بالله بعمله دوت عامل اشرب مشروبات طاقة على بيبسي على مش عارف ايه على حليب بناكة الموز بصه عامل ازاي؟ حليب اسمه لونة حليب بناكة الموز سعره عامل اتنين ريال حليب حليب يعني مش يظهر حليب لونة يا نهار بلد بص الدين بص شكل الحليب بتاع لونة بسم الله ياه كان عندها منتج شبه دوت ده باني هو طعم بتحسه طعمه حليب اكتر من هو حليب الموز طعم الحليب طاغي ولكن طعم الموز باين على بلايل كده وافتر تست ولكن كده طعم فانا حاسي شبهة شبهة ده ده في مصر مش فكرة ايه هي بس طعم لذيذ ده ده احسن حاجة ضدت دوت ده ده كحاجة مختلفة ولذيذة انتنا نحطه هنا مساء في النص لأ ملاش نحطه في النص نحطه هنا وصف نطلع بالله ده نحطه بتحت هنا واللزيز بقى هو اللي يتساب فوق ده كده من احسن حاجة اللي جربتها طعم وحيده قوي طيب ندخل بقى على اشهر مشروب سعودي في رمضان هو اصلا مش سعودي هو انجلترا بس جلسوا عليها قصة طويلة كده الفيمتو معروف حاجة مشهورة جدا بصراحة كنت جيدة عالي وده كان العالي قبل كجازة مرة فقلت اجيب بقى حاجة مختلفة حيسمها فيمتو فيزي بتعم الليمون والتوت مع بعض فكرة جديدة دي الليمون والتوت بصر المنظر عامل ازاي فيمتو بالنسبة لسعر فيمتو فسعره عامل اثنين ريال بصر المنظر عامل ازاي اللونه مختلف الطعم ده بتحسه كطعم مكس غريب كده هو مش وحش صراحة لزيز ولكن الليمون مش حاسب تعم الليمون انا حاسي اكتر بتعم التوت ولكن التوت مكس مع ناكحة غريبة بس مش لامود انا هي غريبة بس مختلفة يا ازيزة نخش بقى على مشروب الربيع مشروب تاني كده مشهور برضو بص عامل ازاي اسمه الربيع مشروب برتقال وسعره عامل ريال بسم الله حاسي كتعم الغلابة تعم عصير برتقال كده خفيف مش قوي بس مسكر وحلو برضو يعني تعمل صنوع شوية ندخل بقى عن المنتج اللي بعد كده سعره عامل اتنين ريال حب تعال نشوف شكل التفاها ده عامل ازاي اوك بس ممكن يكون شبهة مرينة التفاها عند ده هنشوف ده طعم بست هو قال لك غازي انا بس اخر قبل كنت احد وقت كنت قلبها قلبها واتبهدل هو قال لك غازي بس مش حاسه خاص بش اي حاجة سباركلنج في المعبود او سباركلنج بس على خذية لا باشا لما اغزة بس طفح عامل اكسب با اغزة يعني بس مش وحش والله ندخل على المشور اللي بعد كده مشروب اسمه ريتا 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 لموهيتو واو ريتا موهيتو ده سعره عامل اتنين ريال اوكي ريتا موهيتو باتنين ريال افتح معا رحته فعلا مش موته خلص رحته غريبة لون شبه بسم الله اوه طعمه حسو طعم شاي بالنعناع مع لمون اوه ده نعناع ده ايه مش عارب انه طعمه غريب شوية بس مش وحش قوي يعني ولا وحش مش هعرف اول حسو كده فعلا شبه شاي بالنعناع بس سائع مع سنة كده نعناع صناعي سيرب ميكس كده غريب يديك هذا الشي هقولك متوسط مش وحش قوي يزل تحت ندخل بقى على المشروب البعدي كده مشروب اسمه السعودية مشروب سعودي من ان السعودية بالشكولاتة ده سعره برضه اثنين ريال بسم الله بسه طعمه عصيب شكولاته اللي هو اللبن مشروبات العادي خالص ولكن مش هقول لها شبه جهينة عندنا ممكن شبه مراعي شوية بس طحفة الكاكاو فيه الطاغ الاقتر عن اللبن حلو ده تحطى مع صحابه ده طيب ندخل بقى على المشروب البعدي كده المشروب ده اسمه روكستار بصراحة مكنتش نوع اجيبه بس انا قلقه عن نت كده ليت اعلانه وكل شبه يزهرلي فقلت ماشي طبعا زي ما انتم عارفين انا حاليا في السعودية في السعودية بقى كل الاعلانات السعودية بتزهرلي مفتح اي فيديوهات ريلز مثلا او تيك توك برضو اجيبت السعودية بتزهرلي فقلت انا نشوف الاعلان ده انزوم وينحلو الوحش وعز قلتني ما جبته لان هو اغلى حاجة جبتها النهاردة سعره عامل خمسة ريال انا عامل خمسة ريال هي هي خمسة جنيه بس بس انا بحوي غصب عني يعني ننزل كده بص اللي نعمل ازاي بسم الله طعمه ده مركز ولكن برضو محلق تحسس مركز محلق شبه كود ريد شبه بعض الاتنين بس كود ريد احلى شوية نرجع بقى دول عشان انا ايه مش هقدر اشرب كل المشروبات الطاقة دي انا ده مشكلتي هوادي فين حاجات دي بعد اما خلص ممكن بقى اوزحهم عبيت الاسبوع بقى انا قاعد اسبوعين هنا بس هو اللي اكيد ان ده يخلص النهاردة ان ده طعمه حلو قوي اكتر حاجة عبيتني مخدوقتي ندخل بقى على اخر مشروب معانا مشروب المراعي حليب الطمر طبعا احنا في السعودية في بلد المراعي ما بوث؟ نشرب بقى الحليب الطمر بتاعهم ويفتح استنى كده استنى تعالى بقى ايه وانت تحسوا اللون شايف هاللون يشايف لبن بالضبط يعني ممم واو طعمه حلو قوي حسوا كده لبن من سقف طمر واللبن شارب طعم الطمر كده اروحوا جوا لا لا الازيز ده ده احنا في السعودية يتفننوا نوضع الحليب ده يعني الحليب بالموز حليب الطمر الاتنين معمولين طعم طحفة ونستقول لك على سعر حليب مراعي سعر حليب مراعي عامل اتنين ومص ريال محطش يحاولي واس كده كان معكم محمد عصام من جدة اهم حاجه هتكون مبسوط من بيديوهات السعودية ولو حابت بقى حلقة النهاردة ننشي اللايك عايزين نوصل حلقة النهاردة لعشرة تلاف لايك في اسرع وقت ممكن نشي اللايك رحنا بقى نم وسلام